عزيزاتي المتتبعات اليوم جبت لكم المعقودة المعقودة يعني تعلق المحلات لا تعب غليت 3 حبات بطاطا متوسطين شللتهم قطعتهم مكعبات درتم في الماء و شوية على الملح خليتهم يغلوا حتى انشف الماء خرجتها كما هكذا طحنتها طحنتها غلب الفرشيطة نضيفها ثوم 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 كمول كمول كركم كركم إذا اضطي البطاطا يجب ان يزوج حباط بيض كاملين اضطيح اضطيح في الثلاجة حوالي 4 ساعة او 10 طيق ونشد روحها لا تخاف منها تشوفها كاملين ومن بعدها نأتي في المرحلة على القليل اضطيح المتسبعات شكلنا المعقودين على القراث كاملين ونبسطوهم اضطيح الفارينة لا يوجد بيض من فوق اضطيح البيضة اضطيح الداخل اضطيح 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 ثلاثة وضع أبسطين وضع أبسطين سنقوم بخمس حبات تجعل فيزيق موال تجعل في جمعنا مهم أن تقوم بخمزة سهلة وبنينة ومحمرة وقشية الزيت لا تحلس موال حمار نحن نحو الطاقة بكي نجد حمارة ملتاعة ومن البيض الموجودة لنضيف حمارة مغرفة ونقوم بالنزل خصوص المتادة اضيفة تحليها هذا طريقة تحليك ثم نضيفة دعوة بايد ونضيفة بايد ونضيفة بايد اللعيني بايد نضيفة مغرب كمان المسطحة تجل بها بيها مغرب كمان المغرب هذا يجب أن تكون حماراً و لا تتحق منها تتحق لا تقويل النار لا تقويل النار اضافها لا تقويل النار دمتها بالمغرف وضعها لا تقويل النار لا تقويل النار ثم اكمل الحبات هذا المقدار يرتدي 10 حبات سوف نتلاقه في صحن التقديم هذه المعقودة لا تتحل الموال في المقلة نحل وحدة قدامكم لا تتحل الموال نتمنى الوصفة التي تتعجبكم اشتركوا في القناة وإلى المرتقى بإذن الله